السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيدي جديد النهاردة ان شاء الله هنحضر مع بعض رغوة الكابتشينو بطريقة سهلة جدا وبسيطة تقدري تحتفظ بها الشهر كله وزي ما انت شايفها متماسكة جدا نقدر طول الشهر ان احنا نحضر منها الكابتشينو السخن وكمان نعمل منها الايس كافلتي القهوة المسلجة البردة المنعشة اول حاجة لو انت عايزة تعملي الكابتشينو السخن بتجيبي كوبية من الحليب السخن او المغلي زي ما تحبي وهتحطي السكر زي ما تحبي انا احب معلقة بس من رغوة الكابتشينو هنوزحها على الوش بالشكل اللي انت شايفها ده وكده بقى الجهزة عندنا كوبية الكابتشينو بقى احلى واعلى رغوة اتحداكي انها تهبط منك يعني مو تمسك جدا جدا ده لو عايزة تحضري الكابتشينو السخن طب لو عايزة تحضري الايس كافلتي او القهوة المسلجة المنعشة هنجيب كوبية من الحليب البارد انحط فيها مكعبات التلج زي ما انت شايفة ولو حب ان انت تزودي سكر هتزودي لان احنا بنعمل رغوة الكابتشينو باقل كمية من السكر انا زودت معلقة كبيرة من السكر ودعوبتها فيها وبعد كده ضفت معلقة من الكريمة الكابتشينو اللي انا محضروها معيكم في الفيديو هحطها بس على الوش كده وهسويها وبكده يبقى الايس كافلتي جهز عندي بمنتهى السهولة عملنا الكابتشينو السخن والايس كافلتي لان رغوة الكابتشينو موجودة عندنا ومحتفظين بيها في الفريزر وزي ما قلتلك هتحتفظ بيها في الفريزر شهر كامل وممكن تحتفظ بيها في التلاجة لمدة من خمس لسبعة ايام بس لحظتي انها جميدة شوية في الفريزر تقدر ان انت تطلعيها شوية قبل ان تبتدي تستغبلي سوتها على الوش كما انت شايفه ورغوة كثيفة وجميلة جدا وكده قدرت ان انا حضر من رغوة الكابتشينو كابتشينو سخن وكمان ايس كافلتيه بمنتهى السهولة واقدر ان انا اعمل للديوف واعمل لديوف اعمل لنفسي طول الشهر بمنتهى البساطة لاني مش احتاج ان انا احضر رغوة الكابتشينو كل مرة وبالنسبة لطريقة رغوة الكابتشينو دي هنبتدي ان احنا نقولها ان شاء الله واتمنى ان الفيديو ينال اعجابكم ولو عجبكم ما تنسونيش في لايك وفي اشتراك ونبتدي مع المقادير ونقول بسم الله الرحمن الرحيم معي نص كوبية من قهوة سرعة الزوبين او النسكة فيه نص كوبية من السكر نص كوبية من المياه هي دي بس المكونات بتاعتنا وهنبتدي ان احنا نضربهم بالمضرب الكهربى بندرب الاول على سرعة اولى وبعدين نبتدي نعلب السرعات عايز افضل اضرب فيها لغاية محصل على قوام كريمي جدا كل ما يكون القوام كريمي كل ما اقدر ان احتفظ بها فترة اطول هستمر بالضرب لغاية ما تفتح مني واحصل على القوام كريمي وعملت فم كويس معي كده بالشكل ده هبتدي ان انا اجيب علبة تكون محكمة الغلق لازم العلبة يكون ديها غطة علشان اقدر احتفظ بها عشان ما يدخلهاش اي هوا او اي حاجة فهيبتدي ان الرغوة دي تبوز معي فلازم العلبة يكون محكمة الغلق ده القوام بتاعها قوام سيئل وكريمي جدا فانسي ان انت تحطيها على الكابتشينو ويهبط معاك هيفضل موجود حتى لو الكابتشينو برت خالص العلبة محكمة الغلق هبتدي ان انا اضيف فيها المكونات دي واقفلها كويس واحتفظ بها في الفريزر او التلاجة وكده خلصنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته